قبل قليل الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين غارة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وغارة إسرائيلية في وسط مدينة غزة والآن هناك غارة إسرائيلية جديدة في شرق مدينة غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه اللحظات تشون سلسلة من الغارات المتتالية والمركزة على أهداف مختلفة الحديث أن هناك استهداف لمسجد في مخيم الشاطئ في غرب شمال مدينة غزة وفي هذه اللحظات يتم إسعاف عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي بعد أن وصلت سيارات الإسعاف إلى مخيم الشاطئ هذا المخيم الذي من المتعارف أنه مكتظ بالسكان بشكل كثيف جدا وهو من المخيمات الكبيرة على مستوى مخيمات اللجوء الفلسطينية الآن سيارات الإسعاف قامت بإسعاف عدد من المواطنين ووصولهم ربما إلى مجمع الشفاء الطبي في هذه اللحظات بعد أن تم إرسال سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة وكما قلنا أن المنطقة هي منطقة مكتظة سكانيا وبشكل كبير جدا وأيضا هناك غارة إسرائيلية في وسط مدينة غزة هذه الغارة استهدفت على ما يبدو منشأة لحركة حماس في غطاع غزة وأيضا غارة إسرائيلية تجاه أرض زراعية في شرق مدينة غزة وما زالت حتى هذه اللحظة الطائرات الحربية تحلق بشكل مكثف جدا في سماء القطاع ما بين الفينة والأخرى تقوم بإطلاق صواريخها تجاه أهداف مختلفة وأيضا هناك غارة إسرائيلية في شمال القطاع وحتى هذه اللحظة الإصابات تباعا تصل إلى المستشفيات جراء شدة هذه الانفجارات التي تستهدف منازل المواطنين في شمال وفي جنوب وفي وسط القطاع حيث أن الأمم المتحدة قبل قليل تتحدث أن 123 ألف مدني نزحوا من أديارهم بسبب شدة الغارات الإسرائيلية إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا وهذا يعني أن الكثير من العائلات نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية وشدتها تمكنت من أن تغادر بعضها من المناطق الحدودية والتوجه نحو مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تعج الآن بهذا الكم الكبير من المصابين نحن نتحدث عن استمرار للتحليق نتحدث عن استمرار للغارات على بيت حنون في شمال القطاع أكثر من عشر غارات شنتها الطائرات الحربية في تلك المنطقة وأيضا غارات إسرائيلية كانت في حيث للهوى وهناك أيضا عدد من الإصابات في صفوف المواطنين هناك حالة من الهستيريا لدى هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية ولدى الجيش الإسرائيلي في استهداف كل ما هو مدني واستهداف للمساجد ربما تسمعون معي أصوات الطائرات هذه الأصوات هي لطائرات تألف 16 التي تحلق وتقوم بإطلاق صواريخها تجاه أهداف مختلفة نسمع صوت الطائرات الذي يشكل مصدر خوف وقلق للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة طيب أيضا يوم أمس محمد تم استهداف منزلين أيضا مسجدين في قطاع غزة ليس كذلك نعم هناك استهداف لمساجد في جنوب القطاع وهذه المرة هناك استهداف لمسجدين في مدينة غزة في خلال ساعتين نتحدث عن مسجد اليارموك في شرق مدينة غزة ونتحدث الآن عن مسجد يطلق عليه مسجد أحمد يسين في غرب مدينة غزة في مخيم الشاطئ هذا المسجد الذي تم استهدافه الآن دائما ومن المتعرف أن الكثير من المواطنين أو كبار السن يقومون بالتوجه إلى صلاة الفجر مبكرا وهم يستعدون لأداء هذه الصلاة فهذا ربما هو الأمر الأكثر ترجيحا أن عدد الإصابات الكبير في تلك المنطقة وفي هذا المسجد نتيجة أن هناك عدد من المصلين كانوا ربما داخل المسجد أو في طريقهم للمسجد وفي محيط هذا المسجد الذي قلنا أنه يقع بين كثافة سكانية كبيرة في مخيم الشاطئ هذا المخيم الذي بداخلها المنازل المتلاسقة ببعضها البعض هذا هو السبب في أن هناك عدد كبير ربما من الإصابات يصل عند الزميل تامر في مجمع الشفاء طبي في هذه اللحظات نعم طيب أشكرك حتى الآن محمد دعو